السلام عليكم ورحمة الله لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة أقام اليهود الدنيا ولم يقعدوها وقالوا بيت المقدس قبلتنا وهو أفضل من الكعبة وأقدم وهي أرض المحشر وقبلة جملة الأنبياء وأحق بالاستقبال من الكعبة وقال المسلمون بل الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وكلين عارفين إن البيت هو المكان الذي يبيت فيه الإنسان ويشعر فيه بالسكينة والراحة وليس المقصود هنا البيت بمفهومه العام فقد كان قبله بيوت كثيرة لكن المعنى المقصود في الآية الكريمة أن أول بيت بني لعبادة الله في الأرض ووضع لكل الناس لهو بيت الله الحرام البيت العطيق الذي فيه بكة ولماذا في تلك الآية الكريمة ذكر الله عز وجل بكة ولم يذكر مكة وده يرجع لأن الآية الكريمة تخاطب اليهود والنصارى الذين يعرفون جيدا من كتبهم وادي بكة وبكة هو الوادي الذي به بيت الله الحرام والمذكور في كتب أهل الكتاب والذي حرفه أهل الكتاب من وادي بكة إلى وادي البكاء ما تيجوا نشوف اللي قدام حضراتكم مجموعة من أقدم الصور لوادي بكة ولو خدت بالحضرتك هتلاقي مكتوب في سفر المزامير رقم 84 في أكتر من نسخة من نسخ الكتاب المقدس Valley of Bacca يعني وادي بكة ولو تعملت جيدا في النص تجد إشارة لمرور الحجاج إلى وادي بكة حيث الكعبة المشرفة وحيث بئر زمزم ثم قام أهل الكتاب في النسخة العربية بتحريف وادي بكة إلى وادي البكاء أما بكة في اللغة من البكة وهو الإزدحام ويقال تباك القوم إذا تزاحموا وقديما كانت الكعبة محاطة بالجبال فكانت الناس تزاحم في هذا الوادي الضيق وهناك أيضا معنى آخر للبكة وهو ضق العنق وكأنها سميت بكة لأن الجبابرة تندق أعناقهم إذا أرادوها بسوء كما بك الله عز وجل عنق أبرها الحبشي وجيشة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة فالبيت الحرام أسبق بناء من المسجد الأقصى وهو أول بيت جعل الله الحج إليه عبادة مفروضا على كل قادر على الحج وجعل الطواف حوله عبادة وتقبيل الحجر الأسود لمن استطاع عبادة وبكده نكون تأكدنا من كذب اليهود في دعواهم وذاك البيت المشرف والمعظم مباركا كثير الخير والبرقة ومن بركة هذا البيت أن من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ومن بركته أيضا مضاعفة الأجر والثواب فصلاة في بيت الله الحرام تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه وفي بيت الله الحرام تضاعف الحسنات وتتنزل الرحمات وتحصل به المنافع الدينية والدنيوية وكان ذلك إجابة لدعاء النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وفي استقبال بيت الله الحرام في الصلاة وقصده لأداء الحج والعمرة صلاح وهدايا بالناس أجمعين لأنه قبلة المسلمين والهدى نوعان هدى في العلم والمعرفة وهدى في العمل جزاكم الله خيرا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدا للعالمين ترجمة نانسي قنقر